سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تنفخ فيه الروح لم يكن شيئا يذكر ولا يعرف له أثر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة نختبره بالتكاليف الشرعية فيما بعد فجعلناه من أجل ذلك ذا سمع وذا بصر ليسمع الآيات ويرى الدلائل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ليكون إما مؤمنا شاكرا وإما كفورا جاحدا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن أعتدنا للكافرين قيودا من حديد تشد بها أرجلهم وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ونارا يحرقون بها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله يشربون يوم القيامة من كأس فيها خمر ممزوجة بأحسن أنواع الطيب وهو ماء الكافور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا هذا الشراب الذي مزج من الكافور هو عين يشرب منها عباد الله يتصرفون فيها ويجرونها حيث شاءوا إجراءا سهلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا هؤلاء كانوا في الدنيا يوفون بما أوجبوا على أنفسهم من طاعة الله ويخافون عقاب الله في يوم القيامة الذي يكون ضرره خطيرا وشره فاشيا منتشرا على الناس إلا من رحم الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه فقيرا عاجزا عن الكسب لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته وطفلا مات أبوه وهو دون سن البلوغ ولا مال له وأسيرا أسر في الحرب من المشركين وغيرهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويقولون في أنفسهم إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضات الله وطلب ثوابه لا نبتغي عوضا ولا نقصد حمدا ولا ثناء منكم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما شديدا تعبس فيه الوجوه وتتقطب الجباه من فضاعة أمره وشدة هوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله من شدائد ذلك اليوم وأعطاهم حسنا ونورا في وجوههم وبهجة وفرحا في قلوبهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وأثابهم بصبرهم في الدنيا على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما شاءوا ويلبسون فيها الحرير الناعم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأسرة المزينة بفاخر الثياب والستور لا يرون فيها حر شمس ولا شدة برد ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وقريبة منهم أشجار الجنة مضللة عليهم وسهل لهم أخذ ثمارها تسهيلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويدور عليهم الخدم بأوان الطعام الفضية وأكواب الشراب من الزجاج قوارير من فضة قدروها تقديرا زجاج من فضة قدرها السقات على مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنقص ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسا مملوئة خمرا مزجت بالزنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويدور على هؤلاء الأبرار لخدمتهم غلمان دائمون على حالهم إذا أبصرتهم ظننتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا أبصرت أي مكان في الجنة رأيت فيه نعيما لا يدركه الوصف وملكا عظيما واسعا لا غاية له عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر وظاهرها من الحرير الغليظ ويزينون من الحلي بأساور من الفضة وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شرابا لا رجس فيه ولا دنس إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويقال لهم إن هذا أعد لكم مقابل أعمالكم الصالحة وكان عملكم في الدنيا عند الله مرضيا مقبولا إنا نحن نزلنا عليك أيها الرسول القرآن تنزيلا من عندنا لتذكر الناس بما فيه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك القدري واقبله ولحكمه الديني فانضي عليه ولا تطع من المشركين من كان منغمسا في الشهوات أو مبالغا في الكفر والضلال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وداوم على ذكر اسم ربك ودعائه في أول النهار وآخره ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاخضع لربك وصل له وتهجد له زمنا طويلا فيه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء المشركين يحبون الدنيا وينشغلون بها ويتركون خلف ظهورهم العمل للآخرة ولما فيه نجاتهم في يوم عظيم الشدائد نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وأحكمنا خلقهم وإذا شئنا أهلكناهم وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين لأوامر الله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه السورة بما فيها من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد عظة للعالمين فمن أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ بالإيمان والتقوى طريقا يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تريدون أمرا من الأمور إلا بتقدير الله ومشيئته إن الله كان عليما بأحوال خلقه حكيما في تدبيره وصنعه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء من عباده في رحمته ورضوانه وهم المؤمنون وأعد للظالمين المتجاوزين حدود الله عذابا موجعا شكرا شكرا